اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شالت ابنها وراحت نايمته في سريره وقربت من ابراهيم وقالت ما انت عارف النهار ده كان معاد التطعيم بتاع عمر والتطعيم بتاع السنة ونص ده بيبقى صعب جوي كان طول النهار سخني وما خلاص انت هتحكي لي جسة حياتك والساعة جديه انا عاوز انام بصتلي بحزنه وهو رايح ينام على السرير وقال هتفضلي وكفك ده تبصيلي كتير يلا طف النور وخلينا نام طفت عائشة النور وخرجت من القودة وراحت لقودة ابنها ركان اللي كان نايم قعدت جنبه ووقتها مقدرتش تمسك دموعة وفضلت تعايت حزينة على حالها واسوت ابراهيم عليها رغم حبها لي بخت قدريا سمها فودن منصور وفرد ابويا كتب حاجة من املكه باسمها هزت قدريا رصها بالنفي وقالت ما تجلكش لو كان كتب كان خالد ابن عام اتصل علي وجلي ما انت عارف ان المحامي اللي مسك كل حاجة تخص عائلة العراب طب محمود هنسيبك ده من غير حساب وانت هتعوز منه ايه هو طلب يتجوزها يبقى خلاص يشبع بيها وكمان هياخدها ويسافر القاهرة وسنة ولا اتنين ويتجتع اخبارهم لا ابويا مش ممكن يوافق ان شمس تبعد عنه دي روحوا فيها اتكلمت قدريا بغل وقالت انا سمعته بيتفق معا انها لما تتجوز هيخليها تدرس في الجامعة على اخر الزمن البنات دلوك بجت بتخش الجامعة انت متأكدة من الكلام ده هقاني سامعة بودان بيقول لها هتروح الجامعة كمان رجع منصور بظهره وهو بيفكر في كلام قدريا وبعد يومين وقف غالي وابتسم لما شاف شمسي قربت عليه وقال كل ده تأخير داني كنت خلاص هقول لمحمود فوت علينا بكرة هاصل عائشة كانت سايب عمر معايا وكنت مستنيها تيجي تاخده جات عائشة وقالت هانت مش عاوزة تقول انك تجلانا وبتتحجيج بعمر ضربتها شمسي في درعها وقالت بهمس بس هتفضحيني جدام ابويا يلا يا محمود خد عروستك وروح اشتروا كل لنجسكم اعطاهم صوت ابراهيم اللي جه من وراهم وقال هو الله عال يا بوي على اخر الزمن بيت العرب هتخرج مع خطبها لوحدها اهو انت قلت بنفسك خطبها يعني مش غريب هو بعدين معهم السواج واني وصك في محمود كيف ما بصك فيك انت واخوك وعارف انه يخاف على شمس اكتر من روحه والله يا عم نفذيها بروحي ابراهيم تجهلهم ومشي وقال انتو حرين اعني طلع قطي وانت يا عائشة تعالي ورايا استأذنت عائشة منهم وراحت وراها اما غالي فبص المحمود وقال يلا يا محمود عشان تلحاجه ترجعه جبل المغرب رجبت شمس العربية ومحمود ركب جنب السواء اللي اخدهم للمكان اللي هيشتروا منه كل الحاجات اللي محتاجينها وبعد وقت كانت شمسة قاعدة في المطعم وجه محمود قاعد قصدها وقال اعني طلبت الوكل وهيجي خلال ربع ساعة هو انت زي اقنعت ابويا بموضوع الجواز ده جاني في نفس اليوم وجل انه موافج الحاج غالي بنقصول وجل انه بيعتبرني كيف منصور وابراهيم تمام منصور هو اللي حسى رفض موضوع الجواز بس مضطر يسكت عشان خطر ابويا اوعدك يا شمس ان مع الوقت هزبط له ان يستاهل اكون واحد منكم جه الويتر بالاكل وبدأت شمس الاكل ومحمود قال شمس اعني مش عاوزك تندمي انك في يوم من الايام تجوزتي ابن الحارس اللي كان شغال عنديكم انت اتشرف اي حد يا محمود واني معاك حاسة ان راسي مرفوعة في السماء ده انت بتقولي شعر باجة سابت شمس الاكل وقالت اعني خلاص شبعت يلا بينا نشتري باجة الحاجات اللي نقصانا استني بس هو احنا الحجنة ناكل ده الاكل زي ما هو بصت شمس في الساعة وقالت خلينا نلف ونبجا ناكل في الطريق مش عاوزين نتأخر وابويا يزعل من نينا ندى محمود على الويتر وطلب منه يلف باقي الاكل واخدوه معاهم وتاني يوم صحية شمس من النوم على صوت دوشة جاي من برا الاصر وقفت بسرعة وخرجت من الاوضة وشافت عائشة وقالت في ايه وايه الدوشة اللي برا دي بيجولوا في حريجة كبيرة ربنا يسطر شمس قلبها تقبض وقالت في بيت مين الحريجة دي ما عرفاش انا بعدت واحد من الغفر وزمانه جاي طمنا هات العواجب سليمة يا رب جاه الغفير يجري وقال الحريجة في بيت محمود الحفناوي شمس جريت بسرعة وكانتها تخرج لكن الغفير قال هاتطمني محمود ما كانش موجود في البيت الحمد لله كان برا طب في حد انصاب ولا جراله حاجة الاسعاف جت وبيقولوا ان محمود طالها النار بس ما عرفش حالتها ايه انا لازم اروح لهم دلوقت كانت لسه هتمشي الا ان قطعها صوت منصور اللي جاء من وراها وقال تروحي فين انت عاوزة تفضحينها جدام الناس وهفضحكم ليه انا كنت رايحة طامن على حماتي ومحمود ارجعي قطك يا شمس اصلا الولية تحرجت كلها تلاقيها ماتت اعوذ بالله حرامه عليك اللي بتقوله ده ده كلام الناس يلا رجعي لقطك ما تخلينيش احلف وامناعك تشوفي الشرع خالص رجعت شمس لقضتها وهي متضايقة ومسك التليفونها تتصل بمحمود وبعد ايام كان الزابط واقف مع محمود وقال له انا كنت مجدر الظروف اللي انت فيها وانشغالك مع والدتك في العزة والدفنة بس انا لازم اخد اكوالك اتفضل من خلال فحصنا للمكان عارفنا ان النار ما ولعدش من نفسها لا دي كانت مقصودة وفي حد وراها حد حد ازاي يعني ومين يفكر يعمل كده ويحرق درنا ويموتومي ما هو عشان كده انا جيت اسألك لو ليك اعداء او شاكك في حد لا انا مليش اعداء ولا شاكك في حد انا عاوز اعرف مين اللي عملك ده مش هرتحقر لما رجع حق جمي اللي ماتت ما تجلكش دي مهمتنا واحنا مش هنسيب حجها وعند شمس اللي كانت قعدة في قدتها حزينة دخلت عليها عائشة وقالت هتفضلي جاعدك ده جطع الاكل والشرب يا شمس انا خايف عليك مليش نفسي يا عائشة وهمليني الحالي اجده يا بالتعمي وان اللي كنت مفكر انك بتعتبرين نختك قربت شمس منها وحضنتها وقالت لها طبعا نختي واكتر كمان انا بس نفسيتي تعبانة شوية من اللي حصل اولهم متم ومحمود وتأجيل الفرح ومحمود اللي تعبان وحزين هتعدي يا شمس هتعدي زي ما كل حاجة عدت انا جلبي مجبوض وحاسة من اللي حصل لهم ده بسببي ايو هتقولك ده انت زنت البنات ومحدش يقدر يقول في حاجك كلمة وحشة وبعد اسبوعين جاه محمود لغالي وقال شمس تجبلت في الجامعة والمفروض ان الدراسة هتبدأ الاسبوع الجاي يبقى المفروض نعجل بكتب الكتاب وتاخد شمس وتسافر ما انت عارف يا غالي بيه اني مش هقدر اعمل فرح ومليستة يعني عيب لما تقولك ده احنا برضو نعرف الاصول انا جزد ان مالوش لازمة الفرح طالما انتم رايدين بعض ابتسم حمود وقرب من غالي وكان هيبوس ايده وغالي قال عيب يا ولدي اللي بتعمله ده انا اتكلمت مع شمس وهي مافجة تسافر معك بعد كتب الكتاب خلاص بكرة هجيب المأزون واجي نكتب واخد شمس ونسافر ومالو بس بلاش بكرة خلينا بعد يومين اكون عرفت خواتها محمود خلص كلامه مع غالي ومشي ودخل منصور وقال ابن الحفنوي كان بيعمل ايه هنا يظهر انه نسمه بسرعة بعد يومين كتب كتاب اختك على محمود وهياخدها ويسافر ووقف منصور وهو بيجزع لأسنانه بغيز وقال ايه اللي بتقوله ده يا بوي انت عاوز تدله لبتك ده من غير فرح ما هو ما يصحش نعمل فرح وامو لسه ميتة ما فاتش عليها الاربعين واحنا مالنا ما ينحرك بجاز هو وامو ضرب غالي الارض بعصيته وقال ها اسكت انت انا خلاص اتفكت معاه والمأزون هيجي ويكتب الكتاب خلص غالي كلامه ومشي ومنصور وقف يقول انا مش عارف محمود بن الحارس ده ابويا متمسك به على ايه يا ريتو كان انحرج ومات مع اللي ماتت صحتك يا منصور ما تسيبهم يكش يتحرجوا المهم انت يا خويا الناس بتسألني هنسب مين اقول لهم ابن الحارس مش جادر انطجها سيبك من ناس وهو كويس ان الفرح هيتعمل سكيتي عشان ما تضطرش تازم حد في دي عندك حاج بس مش بيت العرابل تتجاوزك ده وكأنها خطية ولا بنتسطر عليها برحتك بجا انت هتدخل نفسك بمشاكل مع ابوك وفي الاخر هو هينفذ اللي عاوزه جز منصور على اسنانه بغيز ومسك الفاظر اللي موجودة جنبه ورمع على الحيطة وقال ما بجاش منصور العراب لو ما كنتش هخليهم يندموا عن اللي عملوه وبعد يومين اتجوزت شمس محمود وسفرت معاه وكانت بتزور السعيد كل سنة او سنتين في اجزة الصيف وخلفت تلت بنات مهرة الكبيرة والتوأمتين مرم وهمس كانت حياتهم مستقرة وسعيدة لغاية ما غالش تد عليه المرض وتوفت اثناء وجودها في القاهرة لما شمس عرفت بوفاته رجعت بسرعة للسعيد علشان تحضر العزة الا انها تفجأت من معاملة منصور وابراهيم الاسيا لما تردوها ورفضوا دخولها البيت وطلبوا من محمود عدم تكرار الزيارة وقفت شمس تبكي وقالت شفت جسوة اخواتي دول حتى ما خلونيش اشوفه ولا حضر عزاه معلش يا شمس تعالي نمشي دلوقت ملهوش لازم الوقفة في الشارع اكده بعد موت ابوي انا خلاص ما بجاش ليه حد غيرك يا محمود وانا وعيدك يا شمس هكون ليك الزوج والاب والاخ وكل دنيتك محمود اخد شمس ورجعه على القاهرة مرت الايام ومن بعدها السنين وانقطعت صلة شمس بالسعيد اما محمود فاتعرض للفصل من الجامعة من غير ما يعرف السبب ومن هنا بدأ يتنقل من شغل للتاني لغاية ما مات بسبب ازمة قلبية وعاشت شمس بعدها هي وبناتها التلاتة والايام بتزيد اساوة عليهم